بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معيكم مستر أحمد الباشر إن شاء الله هنبدأ مع بعض الليسون 5 الليسون 5 في كونسبت 1 في ثري ديفايزز اند انرجي الليسون ده إحنا بنلخص اللي إحنا قلناه قبل كده فبنقول هنلخص الأجزاء اللي إحنا اتكلمنا عنها في الكونسبت دي ويا ريت إن إنت لو ما شفتش الفيديوز اللي في هاتف ترجع تشوفها بيقول لي هنا الألات اللي هي قلنا عليها أو الأجهزة اللي بتشتغل بريموت كنترول بيشتغلوا الباترس دي بتبقى مصدر ليه الكيميكا الانرجي والكيميكا الانرجي دي is converted into electric energy the chemical energy is converted into electric إيه electric energy طب أنا عندي بطارية شرحنا كدنا كله قبل كده وحطتها في الجهاز فالجهاز الكيميكا الانرجي اتحولت لإلكتريكا الانرجي بدأ الجهاز ده أو الجهاز ده يتحرك بعد كده ان هو تحول لكاينتك ايه لكاينتك انرجي اند ساوند انرجي طيب ايه نفتخال كده ان في لعبة واللعبة دي انت حطيت فيها البطارية بطاريتي فيها كاميكا اللي تحولت لإلكتريك كهربة وبعدين بدأت تمشي فده كاينتك طيب يعني انك تبدل البطاريس القديمة بالبطاريس الجديدة طيب كنا كلنا عن مارس كوريستي روفر المارس كوريستي روفر هي عبارة عن الآلة أو الجهاز اللي كان بيمشي فيه على المارس يعني وبيقول لنا يستخدم الألواح اللي هي الشمسية عشان يحصل على الطاقة لو تفتكر ودي نقطة مهمة جدا يعني هو بيحول ال يعني انت لو كنت قاعد في عايش في كاكب المريخ وعاوز انت تعيش مسلا فعاوز كهرباء لأ هتضطر تجيب ألواح توجيهها للشمس تاخد تحولها لإلكتريك تحولها لكهرباء طيب يعني البطاريات اللي فيها أو الإلكتريستي اللي جوها البطاريات دي بتتحول لي كاينيتك ايه؟ بتتحول لي كاينيتك يعني بتخلي الآلة أو الروبوت ده يبتر يتحرك اتكلمنا بعد كده عن موضوع تحويل الطاقة من شكل لشكل تاني فقلنا مثلا في الووشنج ماشين كان إلكتريك انرجي بتتحول لي كاينيتك انرجي عن دي ساوند يوز دي انرجي هنا اللي هي الإيمبوت انرجي اتكلمنا عنها قبل كده قلنا انت تستخدم أي طاقة زي إلكتريك هيتر مثلا الإلكتريك هيتر التفاية بتاخد الكهرباء بتاخد إلكتريك انرجي تحولها لي تحولها لي حرارة صح ولا لا؟ يعني أغلب الطاقة اللي بتجيلنا جاية من أصلا وفي حاجة اسمها كل دا شرحناه طبعا أنا في طبعا المصدر الأساسي لأي انرجي هي السن البداية خالص فأنا في الريفيجيل إن شاء الله قريب هعملها لكم هاديكم أسئلة على كلام دا كله وأتمنى لكم تتابعوها لأن الأسئلة دي بتكون في غاية الأهمية طبعا في إجزامبل هنا على لو أنت بسلا قاعد في مكان وبتسخن الماء على نار فحمة أو كده فأنت هتلاحظ أن اللايت أنرجي اللي جاي من السن ده في البداية خالص تخزن الجوة التري أو الشجرة دي على هيئة كيميكا وإنت لما حرقت الورق دا فأنت حولت الخشب دا حولت الكيميكا لتو سيربا حولت الكيميكا لإيه؟ تو ثيرمل الحرارة برضو في في اللمبة فبنحول إلكتريك إنرجي لإيه؟ بنحول إلكتريك إنرجي للايت إنرجي تمام يا شباب ده كده كان سهل جدا هو مراجع على اللي فات حبيت إن أنا أعمل بقى إن شاء الله يعني أسئلة قريب جدا هنزله لكم بتمنى لكم بإذن الله كل التوفيق ونجاح كنت معكم مستر أحمد الباشر باي باي